النهاردة معنا قصة واحد تاني خالص واحد يعني مقاسم مع المخابرات في سبوبة السبوبة ريحتها وحشة جدا يعني ريحتها طلعت وفاحت لدرجة انه الدنيا بازت عليها خلينا نعرف الراجل وصلت السبوبة الريحة الوحشة لمكتب التحقيقات الفدرالي في أمريكا يما ليه؟ ما هو انت ما تدارش تعرف سبوبة زي دي أو جريمة زي دي غير من ناس غرب يعني عشان تعرف بس ان مصر عيمة على بحر من الفساد نظام السيسي ورجالته القصة عرفناها من الغريب بعدما انتشرت الفضيحة اللي كان بطلها ولا زال بطلها السيناتور الامريكي باب منديز عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي واللي مكتب التحقيقات الفدرالي في أمريكا بيحقق معاه مع باب عضو مجلس يعني ساناتر عارف يعني ايه ساناتر السيسي لما بيقابل ساناتر بيتصور في التلفزيون زعماء العالم العربي لما بيقابلوا شوية ساناتر من دول بيقول لك وقد التقى الزعيم المفدة بساناتر اي حد الساناتر بقى الساناتر ده بيتحقم عاد الوقت في أمريكا في قضية تلقي رشاوة من شركة مصرية على علاقة بجهاز المخابرات المصري أسكى جهاز مخابرات في العالم بيعرف يقفل قنوات كويس قوي بس من لها في صد النهضة جلى منه ما عليش زي بعض يعني يجلى ما اللي ياسفون جهاز المخابرات المصري لما يمسكوا واحد بتاع الترامدول يتحول إنه يطارد أشباح نا والله مش أنا حقيت لك حكاية كاليجول هنا مش أنت كنت تعد معايا في أول حلقة ملقاش حرب يعملها راح حرب البحر جهاز المخابرات المصري عايز يعمل أي إنجال هيروح يحارب شوات إعلاميين وغلبوا حالتهم نيل قفل القناة دي واستطعنا أن احنا نقفل القناة ونقعد مع الدول المختصة نقول لهم عايزين نقفل القناة دي إنما الجهاز ده عادي جدا لما تسمع أنه تلقى بيدفع رشاوة للسناتر أمريكي إيه بقى علاقة جهاز المخابرات الشركة المختصة بمنحة رخيص تصدير اللحم الحلال يا أخي فيه كوميديا في الكلام كده تلاقي واحد غابي اسمه زاكي ده أنت غابي قال إيه قال بيسرقوا في اللحم الحلال ما تعلمش إيه بقى الحلال في الموضوع طيب نشرت شبكة اسمها NBC نشرت أن مجموعة من الفيدرالين الأمريكيين بيحققوا مع السناتر بوب مش هو بس هو والسيدة الفاضلة زوجته إيه اللي حصل يا أولا؟ استنى بس إيه مش بوب وامراته خدوا هدايا لا يا شيخ أو الله العظيم طب خدوا هدايا إيه أولاد؟ خدوا إيه هدايا زي إيه؟ صدق خدوا مجوهرات؟ آه طبعا الستات تموت في المجوهرات أوكي مش طب والرجالة تحب العربيات؟ نديله عربيا مرسيدس أو الله العظيم خش يا رئيس خش برجلك اللي مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم قد الموقعه نيوز نبي سي نيوز الفيدرالين يحققون في مكان إذا من نيدز وزوجته قد حصلوا على هدايا بما في ذلك العاصمة شقة مرسيدس ومجوهرات يا عيني يا بوب روحت في دهية طيب يريد المحققون معرفة إذا ما كان أنا أقول عليه بوب بقى لأنه من دين زي داوة وإحش قوي قد حصل على هدايا من مالكي أو من شركاء شركاء شركة اسماني نيجيرسي فازت بعقد مثير للجدل مع الحكومة المصرية نبي سي الأمريكية أكدت أن وزارة العدل في الوقت المتحدة تحقق فيما إذا كان قد تم تقديم هدايا باهظة السمن إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت الشهير بوب وزوجته من حكومة بلحة بلحة المقاصة بلحة حضرات حكومة تقدمت هدايا للراجل وقالت الشركة أن بوب حصل على سيارة فارهة ماركت مرسيدس وشقة فاخرة في العاصمة واشنطن قال لا ما عندنا فلوس هاي بالإضافة لحصول زوجته على مجوهرات وأموال ووضحت أن محقق وزارة العدل يريدون معرفة ما إذا كانت هذه الهدايا التي تقدر قيمتها بعشرات الألاف من الدولارات جاءت من مالك أو شركاء في شركة S.I.G حلال حلال المصرية التي فازت بعقد حصي مثير للجدل لأداء شهارة اللحوم الحلال حلال ما بلاش حلال دي يا جماعة ماشي أوكي مع الحكومة المصرية على الرغم من شكوى مسؤولي وزارة الزراع الأمريكية من عدم وجود خبرة سابقة للشركة في هذا المجال إيه بقى الحكاية إيه بقى الحكاية جماعة ده الحكاية بس هما لسه قال لكن طيب إحنا بقى نسكت إحنا لا ندور وراء القصة الفضول بتاع القطط بتاع الإعداد دوروا وراء الشركة وقصة الشركة واللي جابوا الشركة فلقينا موقع هما الإعداد مش أنا لقوا موقع نيويورك تايمز نشر تقرير في أكتوبر اللي فات بيتكلم على أنه عملاء فيدراليين بيجمعوا معلومات عن الشركة وعلقتها بالمستر بوب رئيس لاجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي فلقوا الخبر ده في أكتوبر الخبر بيقول أني منديز ده أو بوب الشهير ببوب يواجه استفسارا حول شراك الشركة التي تصدق على اللحوم الحلال وبتقول كان عملاء فيدراليون بيسألوا عن شركة اسمها ASEG هلال وشركة في نيوجيرسي قامت مصر بانتخابها يعني بإصدارها كمصدر وحيد لتصديق صادرات اللحوم من أمريكا وهو تحقيق يبدو أنه يشمل السيناتور روبرت من نيوجيرسي طيب ده اللي إيه اللي لقناه إحنا ما سكتوش برضو طلو على رئيس مجلس المدينة دوروا وراء صاحب الشركة لقوه الأخ صاحب الشركة اسمه وائل حنة الودة غريبة وائل حنة ده لأنه عاملوا واحدة وطنية في اسمه وائل ده اسم عربي إسلامي حنة ده اسم ابت مصري بس ساعات بعض الأسر المصرية لما يمتلها عيل والتاني والتالت قم تسمي الاسم التاني اسم عجيب كده عشان ما تحسيتش أنا أعرف واحد صاحبي زمان كان بيشتغل مبايض محارة أو الله إذا بقول لك كده كان اسمه خالد مسيحي كنت موت وأعرف إزاي خالد سموك خالد قال لي عشان أمي كان بيمتلها عيل فوائل حنة يبدو أنه مر بالقصة دي فتسمى وائل حنة أنت مسيحي أو مستم مش فرقة خالق ما تشغلش بالك بالديانة يعني رغم أنه هو مسؤول عن إصدار شهادات بأن اللحوم اللي يعني استوردها مصر دي مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية أعرفكم مسيح وائل حنة وحدة وطنية لوحده اتفضل خش يا وائل خش يا وائل خش هو ده وائل حنة واقف جنب حلال بالزبط واقف جنب حلال بالملي بالملي طيب لما دورنا لقينا مستند بيوضح السجلات التجاري للشركة وأن أصحاب الشركة أو صاحب الشركة هو وائل حنة عشان رياحك وائل مسيحي من أغباط المهجر بيشتغل محامي شريك لمحامي تاني أمريكي اسمه أسلانيان آه آه اسم الشركة آه عندك A-I-S-E-G هلال تاريخ الاعتماد زي ما انت شايف كده أوكي هتلاقي بقى أسلانيان ووائل حنة وطبعا من اسم أسلانيان كده تعرف انه هو أرماني لأنه دائما الأسماء الأرمانية بتنتهي بنيان دي يعني كتير من الأسماء الأرمن بس مناش دعو الأرمن على رأسنا يعني لكن وائل شريك لأسلانيان والاثنين عاملين مكتب محاما الغريب بقى ان الحكومة المصرية كان في وقت من الأوقات لها تمن مراكز معتمدة لدى وزارة الزراعة في موضوع اللحم الهلال دي فجأة فجأة صحينا الصبح كده لاغوا كل ده وقال لك بص يا معلم احنا هنأعتمد مركز واحد بس مركز مين يا ولاد وائل حنة تب ده وائل حنة يا اخواننا ابطي قال لك مش مهم مش مهم الدين لله والوطن للجميع شعار حزب الوفد تب يعني ما فيقاش مشكلة دي لا ما فيقاش مشكلة مش مشكلة احنا مانا مالديانتو المهم يسلم لنا اللحمة الحلال بتاعة ولاد الحلال وطبعا يعني الحقيقة اللي عايز اقول لكم عليه ان اشهر حاجة في الحلال دلوقتي هي اغنية صباح انا هنا يا ابن الحلال اللي عايز اجاه ولا كتر مال دي كتابة صلاح جايين حقيقة يعني ولحنة حلو جدا ولحنة سيد بكاوي مهم يعني مصر اعتمدت المركز ده لاصدار شهادة اللحوم الحلال في امريكا الوحيدة مصر تعتمد مركز واحد لاصدار شهادة اللحوم الحلال في امريكا امريكا شيكابيكا ده فيلم الخير بشعره ما علينا وتصور في رومانيا بالمنازمة ما رحوش امريكا خالص على اي حال نفس اسألك سؤال على رأي الست في الاغنية طب هي الشركة دخلت ازاي وكان ايه وضعها في السوق انت كان عندك ثمن منافع تعرف انت بتصورد لحمة من امريكا يعني دي مغارة علي بابا حلو قوي كان عندك ثمن مركز معتمدة حضرتك لغيتهم كلهم وديت لوائل البتاع ده شركة اس جي اتش ان المهم في الاخر هلال عشان نبيع الشغلانة طب حلو قوي حضرتك يعني بناء على ايه اعتمادا على ايه حيسيات ايه مفيش حاج ده بقى خليها نسأل طب ياولاد الشركة دي وضعها ايه في السوق اه ونروح بقى لتقرير عملته مضى مصر في 2019 عن الشركة دي وازاي هذه الشركة تسببت في زيادة اسعار اللحمة في مصر لان الحلال مربح سنحتكر ادي جاموسة هي متقطع حتت ممكن تكبر الخط شو الله يخليك لان انا نظري ضعيف الشروط المصرية للحصول على الشهادة عديدة ومعقدة بحسب وصف مدير احدى شركات اصدار الشهادة في امريكا تحدث الى مدى مصر لكنه لا يجد مشكلة في تنفيذها لضمان دخول منتجاته لمصر ذات السوق الكبير كان هذا حتى مايو الماضي بدأت المشاكل من امريكا بعدما قررت وزارة الزراعة قصر اصدار شهادات اللحمة الحلال التي تورد للسوق المحلي على الشركة واحدة اللي هي شركة اس اي جي حلال والحنة بعد خمسة اشهر صدر قرار مماثل بإعطاء نفس الشركة دون غيرها حق اصدار الشهادات في امريكا الجنوبية ايضا يعني خلت امريكا الشمالية نفس الشركة وراحت انضارت على امريكا الجنوبية والتي تعتبر المصدر الاساسي اللحمة المستوردة في السوق المحلي الشركة كانت ولا تزال مجهولة بالنسبة لعديد من المتعاملين في السوق بداية من المصدرين الاجانب والمستوردين المصدرين وحتى حكومات الاجنبية تقرير الملحق الزراعي بالصفر الامريكية قال ان الشركة المصدرية الاسلامية اس اي جي حلال غير حكومية هي شركة حديثة تأسست في نوفمبر 17 وانها لا تملك الخبرات السابقة في اصدار شهادات الزبح الحلال واي تعاملات او اي تعاملات سابقة مع مصنع اللحوم او شركات الشهادات في الولايات المتحدة ولم تبدأ نشاطها الفعلي الا في مايو هذا العام مع اصدار القرار طب اي الدليل على الكلام اللي احنا بيقى ده الدليل تقرير من وزارة الزراعة الامريكية انتقد تخيل الامريكان انتقدوا احتكار الشركة الاسلامية اس اي جي هلال لصاحبها واي الحنة انها احتكرت اصدار شهادات اللحوم الهلال ممثلة ممثلة عن الحكومة المصرية تخيل الامريكان مش احنا راحهم طلعين قال لك اهو مصر سياسة وشهادة الحلال المصرية خلي بالك من الشعر اللي فوق يو اس دي اي ده ماشي في خمسة يناير عشرين عشرين اصدرت الحكومة المصرية قرار رئيس مجلس الوزراء ابو عين دبلانا انشاء كيان جديد للدولة في شكل شركة مساهمة مصرية دي لسيبس ماشي تتكامل مع وزارات الشؤون الاسلامية والزراعة والصاح الاراضي والهائة العامة للرقاب على الصدرات والواردات ودي وكالة تابعة لوزارة التجارة وصناعة هذه الشركة هي اس اي جي هلال وهي الكيان المصر الوحيد المسؤول عن منح شهادات اللحمة طيب ما تيجي ناخد بعضنا كده يا ولاد ونطلع رحلة سوى على الاناطر لا قصدي على الشركة موقع الشركة لقينا ان الشركة وصفة نفسها بانها الممثل الوحيد المرقص له من الحكومة المصرية ده موقع الشركة اس اي جي هلال هي الكيان الوحيد المرقص له حصريا من قبل حكومة مصر لتصديق ده ترجمة البتاع ده السطر ده في جميع انحاء العالم في جميع انحاء العالم مش امريكا مش شمالية بس ولا جنوبية في جميع انحاء العالم مش امريكا والنبي ابيب والله خليك حط الشهادة دي او الموقع ده في وش التخين مش في امريكا في جميع انحاء العالم با كل سكان اللي عايز يصدر لحمة للمصريين وياخد شهادة حلالي يجيني وأنا معايا الشهادات مش بس كده ده الشركة دي كانت سبب أزمة للأمريكان وللمكتب الزراعي للصفارة الأمريكية بالقاهرة القاتن في جاردن سيتي انتقدوا مصر جدا في أكتوبر 2019 بسبب تغيير جهة الإصدار والاعتماد على جهة واحدة وعلى إجراءات الاستيراد الولايات المتحدة تنتقد إجراءات مصر في استيراد اللحوم الحلال السفارة الأمريكية المطلة على النيل قالت لك لا ده كتير قوي بقى قالت السفارة الأمريكية على فكرة الكلام ده نشرة جريدة البورصة المصرية قالت لا لا انزل سطر لا يعني اطلع سطر أيوة كده قالت السفارة الأمريكية في تقرير نقلته البورصة أن مصر أصبحت الشريك الوحيد الذي يعمل من خلال جهة واحدة فقط لإصدار شهادات الحلال وكانت وزارة الزراع المصرية خطبت مستورد اللحوم من أمريكا باعتماد المركز الإسلامي ISEG فقط لقبول إصدار شهادات الحلال فيما يخص استيراد اللحوم والكبد والقلوب والقلوب كمان تغيّل يا عم الدنيا مخ الدنيا مخ وكبد ما علينا من الولايات المتحدة قالت قال المكتب الزراعي بالصفارة الأمريكية في القاهرة أن التغيير المفاجئ في السياسة المصرية الاستيرادة للحوم والقلوب سبب في احتمالات لاضطراب السوق الأسواق وحدوث الارتباك بين التجار والجهات المنظمة مصر بقى كانت استورادت إيه بقى؟ 300 ألف طن من الكبد والقلوب والكلاوي من مصادر مختلفة في أمريكا منها 61 ألف طن كبد بقري مقابل 122 ألف طن في 14 وأشار إلى أن المركز المعتمد رفع رسوم إصدار شهادات الحلال ما سينعكس على رفع أسعار لحوم الأبقار للمستلكين المصريين بربع جنيه مع تضخم الأسعار يعني الأخ والحنة عايز أنت شهادة بأن اللحمة بتاعتك ديها مزارع حلال هديك الشهادة بس رفع رسوم الشهادة فالمزارع أو المربي في أمريكا رح رافع سعر اللحم واقل قعد مبسوط بيستورد 300 ألف طن 300 ألف طن دي مغارة خدت بالك أنت من التفاصيل دي بتاعت التلاعب بإجراءات الاستيراد فاكر أنت دا بالمناسبة دي واحد مصري بيصدر لحوم بيستورد لحوم من أمريكا بيصدر أو بيستورد مش فاكر أوي يعني بعت لرسالة كشف فيها بلاوي عزيزي المشاهد الذي يأكل لحوم مستوردة من أمريكا ركز معايا في اللي جاي بقى عشان اللي جاي دا خطير جدا ودي رسالة من واحد من الناس دي دلوقتي انت عارف لما بيجيب علبة أي حاجة بيبقى عليها تاريخ صلاحية وانتهاء صلاحية صح? فيش حاجة في الدنيا معليهاش تاريخ انتاءة صلاحية ولا ايه طيب دا حتى الناس كافية بيبقى عليها تاريخ انتاءة صلاحية قلبة الزبادي قلبة اللبن أي حاجة عليها تاريخ صلاحية أوكي اللحم عليها تاريخ صلاحية بيقول لي هذا الصديق المحترم ان الحكومة زودت تاريخ الصلاحية الكبدة من سبع شهور لعشر شهور الحكومة المصرية زودت صلاحية تاريخ انتهاء الصلاحية اللي جاي الكبدة اللي جاي من بره من سبع شهور لعشر شهور عشان يدخلوا كبدة حسب القانون القديم منتحية الصلاحية أو بقى عليها شهر مثلا زودوها ثلاث شهور بيجيبوها من دول غير امريكا الشمالية اللي كانت فقط معتمدة بانها تستورد كبدة زي البرازيل دلوقتي بيجيبوها من البرازيل من الهند من الروسيا وبيقول لي دي يعني مستوى رديء جدا من اللحوم في الجودة وفي الشكل وبيبيعوا بتسعة وتمانين يكسبوا فيها خمسة جنيه فقط عشان يبان ان السعر قليل للمستهلك وده برضو نفس الاستراتيجية اللي عاملينها مع السجوء برضو فتحولوا التاريخ الانتهاء الصلاحية عشر شهور ونزلوا سعره عشان انت كمواطن غلبان مدرس نفسك فيه سدق على رأيه الاسكندرنية او سجوء على رأيه القاهريين او الصعيدة فتلاقي السعر كويس والله انا ممكن اعمل جمعية الشعر الجايج اللي السجوء اللي انت اشتريده بقى منتاج الصلاحية انا احسر في الله زبالة اللحوم لان حتى اللحوم حتى المدبوحة في مصر هي اما سوداني او منتشاد او هي اللحوم في احسن لفظ تقدر تقوله رديئة جدا طيب بيعملوا ايه بقى بيدخنوا عليها دهنة الكلوي وحلوا اللعبة كده ويبقوها بمية وتسئين جنيه بيقول لي هو مفيش حاجة اسمها لحمة بمية وتسئين جنيه مفيش السعر ده مفيش بس هوم بقى يبقوها كده عشان انت بقى تقول والله العظيم بيعبيه او رخصين ومفيش برضو مستورة جيد عشان يحطوا اسعار رخيصة بالنسبة للسوق بيستخدموا اردأ انواع اللحمة عشان يبيعلك في المجمعات الاستهلاكية لحمة رخيصة سجوء رخيص كبدة رخيصة قلوب رخيصة مستوردة يحط عليها اهي كلها اردأ انواع اللحمة عشان يباعها رخيصة وكل المجزرين الموجودين هو اللي بيقول مش انا كل الجزرين الموجودين بارقى الاماكن يدخل محله مثلا ايه ثلاث فصوص كبدة يوميا من المستورد الكويس يستلموها بسعر اللحمة ومن الصعب انت كذبون هو اللي بيقول لي والله انك تفرق خالص يعني ما تقدرش تفرق لان انت بالنسبة لك هي كبدة وبيقول ان فرق السعر في الكبدة هو سبب فتح المحل لحد الوقت المحلات النفتوحة فرق السعر ده هو اللي سببها لان اللحمة ما ما بتربحش ولا بتجيب مرتبات العمال والكهربا يجيب من ايه؟ ومية وضرايب وتأمينات ورشاوي لما سألته بقى يعني عن قصة اللحمة الحلال وشركة واقل حنة والسبوبة دي قال قال ان الشركة الاصل كانت بتتبع لجنة الشؤون الاسلامية وده منطق طبيعي انت عايز لحمة حلال يعني مدبوحة على الشريعة الاسلامية فكانت تتبع لجنة اسمها لجنة الشؤون الاسلامية وكانت اللجنة دي ده هو اللي بيقول مش أنا والله بيقول كانت اللجنة دي بتحضر دبح اللحمة قدامها لتتلو الشهادة على كل قطيع يزبح في اليوم المسألة هنا ليه علاقة بالأديان لأن احنا في بلاد الفرنجة بندوخ عشان نلاقي حد بيبيع لحمة حلال ونلاقي يوم في الغالب من البنجاب من باكستان من الحتة دي فانت بتدوخ فعلا خذ انزل كده واتفرج يعني اول من مصري زي حالاتي كده ينزل لطش يا جماعة مفيش محل هنا بيبيع لحمة حلال آه فيه تعالى بقى واحد قديم زي علي ده يقولك تعالى وديك بقى فكان فيه لجنة في أمريكا لجنة الشهولة السلمية دي كانت تروح تحضر الدبح القطيع كله اللي بتدبح يوميا لتتلو عليه الشهادة وبيقولي ان شركة شركة سمعها ميد تريد هي تتبع المخابرات لا يذهب أحد منهم إلى المجازر ما حد يروح مخزر اللحمة جات خلاص والشغل ماشي لان اغلب المجازر دي فين هو اللي بيقول لي مشانا في تاكسس لانه المزارع في تاكسس تاكسس بتاعت الكاوباي رعاة البقر والجذبة مبتاعة دي فبيقول لي أغلب المجازر دي بتبقى في تاكسس وهم في نيوجيرسي ونبي علي طلع للناس كده خريطة الولايات المتحدة الأمريكية نشوف الفرق بين تاكسس ونيوجيرسي عشان نعرف بس يعني ليه بقى الشركة دي ما بتروحش تحضر المجزر أو تحضر الدبح يعني لو ديتني خريطة الولايات المتحدة الأمريكية هتعرف أنا بتكلم عن إيه يا حضرات ده الفرق الفرق آه دي يا عام يا عام عندك خريط بالعربي وعندك خريط انت جايب قال لي من أطلس العلب سؤال تعالي دي هتلاقي بقى الفرق بين تاكسس ونيوجيرسي فرق السماء من العامة فقالت لك طب وانا يا تاكسس هاي اهو وقف عليها اهو خلاص على بحر اوكي هات بقى نيوجيرسي الله يكرمك ده انت جايب خريطة عايزة ده اختبار نظر اختبار نظاره رحت كندا ليه ايه ليه ودك كندا ده دور على نيوجيرسي عبل ما يرجعلك فبيقول لي هذا المواطن المصري المحترم انه لا يذهب احد الى المجازر والشغل ماشي لان اغلب المجازر بتاكسس هم مرتاحين في نيوجيرسي فعلا ارتفع سعر ختم الحلال على الكونتينر الكبير اللي هو ساعة 1730 كارتونة والله انا بقرم انه لدي هون من 280 دولار الى 1200 دولار الختم الحلال اللي بيتعامل على الكونتينر ان اللحمة دي حلال عدي الكونتينر سعته 1730 كارتونة كان السعر 280 دولار ارتفع السعر ده الى 1200 دولار من نفس المجازر وبيقول لي وده رفع سعر الكبدة بالكيلو من 78 جنيه وصل لمية واثنين جنيه فرق سعر اقصد كيلو جرام هذه منتجات جيدة وليست هندية ولا برازيلية ولا روسية فكلهم اقل تقريبا من 20 جنيه المجازر المسموح لاستراد منها بناء على موافقة الوزارة الصحة والطب البطري هو كاتب العربي وده استثمار يملكه الملاكم مايك تايسون وله شركاء ومجازر مينفريت ومجازر مابليكس لكل شركة من هذه الشركات عدد من المجازر وبيقول لي لو لو وجود الكبدة دي في السوق كان وصل سعر اللحمة الآن وقبل العيد لربعونة وثمانين جنيه هو اللي بيقول انا مشانا بيقول هو اللي بيقول ده بيقول لي كيلو فولت الجزار بمية خمسة واربين جنيه فولت الكهرباء بمية خمسة واربين قرش انا اسم اشكرك جدا يا اخ والله وانا طبعا صعب اقول اسمه لان الراجل يعني عنده بيزنس سيناك الموضوع موقفش على كده كمان اهي خد الخريطة يا عم عربي الله يخليك النبي عربي يا راجل نيجيرس يا اهي على المحيط اهي فوق اهي على ايدك الشماء على ايدك اليمين ادي نيجيرسي فين تاكسس بقى نيو مكسيك وتاكسس تحت نيو مكسيك عن المكسيك جنب المكسيك بالزبط شو بقى الاخوة قاعدين في نيوجيرسي اللي هي الولاية الصغيرة قوي دي اللي عنده المحيط المجازر في تاكسس لسه طيران وهنسافر وقوم ياد وروح ويد وتعالى ياد وتعالى ايه المجازر بتبعت اللحمة من تاكسس وشكرا وزي ما قلت لحضرتك كده ان الكونتينر اللي هو ساعة اجيب بس تاني الارقام لانه عندي مشكلة في الارقام الكونتينر اللي هو ساعة 1730 كرتونة ارتفع سعر الختم الحلال عليه من 280 الى 1200 دولار وده وصل سعر الكب ده من 78 الى 102 عشان ياخد بس حلال عليه بيكات اغنية الحميد الشعيري الموضوع ما اقفش على كده كمان لقينا شركة واقل حنة ماسكيتش رحت معينة محاملها حلو قاوي عادي حقه لا ما هو انت تصبر المحامي ده هو نفس المحامي لشركة ميديتريد اللي انا كلمتك على من شوية وليها مقر في نفس شركة واقل حنة في نيوجيرسي وبيديرها برضو الاخ واقل حنة تخيل اهو بيقولك ايه المحامي الجديد هو هورد مش عارف مين وهو محامي سيء السمعة وسقى سبق ايقافه عن ممارسة المهنة عدة مرات ومقره برضو شركة واقل حنة وهو محامي شركة ميديتريد المحامي الجديد بنسل شركة استيراد جديد مصممة مصرية اخرى اسمها ميديتريد لتأسيس فرع لها في نيوجيرسي برأس برئاسة واقل حنة كذلك ميديتريد ويقع مقرها في نفس موقع الشركة الاسلامية بالبحث والاستقصاء لقينا ميديتريد دي لها نشاط في مصر وشغالة في اللحوم والفراخ المجمدة والزيوت والحبوب كل الاسرة تفرج نبزع عن شركة ميديتريد تأسست شركة ميديتريد عام تسعة وسبعين وبعد عشر سنوات في أول تسعة وثمانين اصبحت شركة مساهمة مصرية في مجال التجارة ووكيل الكبرى الشركات التجارية الدولية اخذت الشركة في عين الاعتبار التغييرات الحديثة بحيث لا يوجد حدود للوقت والمسافة في ظل كذا عصر ومئة جهود بشكل اساسي حول التوسع وفاتحة اسواق جديدة دي شركة ميديتريد ماشي القطاع التجاري شركة ميديتريد للتجارة من كبرى الشركات التجارية المصرية في مصر الدول الاساسي لها توفير السلع الغذائية للسوق المصري حكومي وخاص وفي هذا الاطار بص بقى السورة الروحانية بتستورد لحوم اه لحوم مبردة وزيوت وحبوب يا عمي والله الواحد قلبه واجعه من الفساد الواحد قلبه واجعه من الفساد يا اخوانا المفاجأة بقى اللي هنختم بيها ان شركة دي تتبع جهاز المخابرات المصري مستر بيسو ترامدول اولا وارتبط اسمها بفضيحة شحن الدواجن في 2016 النبأ شركة تابعة المخابرات لصاحبة الشحنة الأكبر للدواجن قبل إلغاء العفاء الجمركي سبعتاشر ديسمبر 2016 2016 2016 ترى ان شركة ميلي تريد تتبع جهاز المخابرات الزمن بوس خلال اسمعين موضوعين اتعرضت الحكومة الانتقالات لزعب سبب القرار خاص بإعفاء الدواجن المستوردة من رسول الجمركية خاصة ان هذا الامر يضرب العاملين في مجال الدواجن المحلية فيه مقتل وطبعا قضوا على خش خش ولكن الجادة الوسيقى على الجهات اللي استفادت من القرار المستورد خاصة مع ظهور تقالص صحفات الشير ان مصادر حكومية مسؤولة اكدت ان ميناء اسكندرية استقبل 147 الف طن دواجن مجمدة من اوكرانيا والبرازيل ودول اوروبا الشرقية تستفيد من الاعفاء الجمركي الصادر بقرار المجلس الوزراء واكدت هات اللي بعده هات اللي بعده واكدت بقى اكدت ايه بقى اكدت تقع شركة ميليتري ده تأسست شركة ميليتري تسع سابين برأس منه عباس مش سايب حاجة عباس يا جماعة صعران مش سايب حاجة لحوم شغال بقري شغال كبده ومخ شغال بس كله كله عباس شغال وقاسم يا معلم وطلع وقعد فوق تخيل اعرفت ليه بقى ليه الفراغ غالية اعرفت ليه الصروة الداجنة في مصر ومجال صناعة الدواجن في مصر انضرب اللي فيه تلاتة مليون عامل لان بيبس دخل اعرفت ليه الفساد واللحمة زادت عشان تاكلوا لحمة زبالة اللحوم من دول العالم عشان مكتب واحد في امريكا يرأسه المحامي واقل حنة هو اللي بيدي ختم الحلال ورفع الختم من 180 دولار ل 1200 دولار عن كل كونتينر تخيل بقى الراجل ده استورد 300 الف طن لحمة وميروح يجيب محامي سيء السمعة والمحامي ده هو نفس محامي شركة ميرتريد اللي هي بتستورد فراخ وميرتريد دي بتستورد فراخ ولحم وزيوت وحبوب اعرفتوا ليه السيسي عايش اعرفتوا ليه احنا عايمين على بحر فساد وان القصة مش اللي هو محمد يوسف خالص محمد يوسف كان منصص مع الناس يعني ويبدو ان طمع وهرب انما هم دول الحتان بجد الحتان اللي وقلين البلد بالامر المباشر والاحتكار لا ويتعمل لهم قوانين اعفاءات جمهوركية خاص ويدمروا تلاتة مليون عامل في مجال صناعة الدواجن والبيضي اغلى والمزارع تقفل والشركات تروح ونرفع عشان حد يستورد الفراخ من بره ميرتريد بتستورد الحساب المخابرات عشان واقل بيه حنا قاعد بره بيدي شهادات اللحوم الحلال ويأكل المصريين زبالة الكبدة زبالة القلوب زبالة اللحمة لا ويبقوا عالم غالية الاستبداد هو سبب الغلاء مش اي حاجة تانية